تطورات فيروس كورونا لهذا اليوم أهلا بكم معركة كورونا خلقت جوا قد يبدو مهيئا لظهور الشائعات وازديادها واتساقها مع أهداف مرويها غير أن الحكومة تقف بالمرصاد لمواجهة تلك الشائعات فمؤخرا نفت إغلاق مستشفيات الصدر والحميات والتي يجرى رفع كفاءتها وتخصيصها كمستشفيات عزل الأمر ذاته يتسق مع جهود الحكومة والتي تلقت 178 ألف شكوى وطلب واستغاثة من بينهم 6753 شكوى بشأن تدعية أزمة كورونا ولأن حياة المواطن الأهم لدى الدولة سواء في الداخل أو في خارج أرض الوطن تستمر وزارة الهجرة في بذل جهودها لمساعدة المصريين العالقين بالخارج من خلال مبادرة خلينا سند لبعض بينما يواصل الفيروس تفشيه تواصل الحكومات مسؤولياتها تجاه التصدي له إذ لم تسجل تونس ولليوم الخامس على التوالي أي إصابات جديدة بفيروس كورونا ليستقر مجمل الإصابات لديها عند 1232 حالة إصابة من بينها 770 حالة قد تعفت غير أن الأمر مختلف في موريتانيا التي أعلن وزير صحتها محمد نذير والد حامد أنه قرر حجر نفسه طوعية لتفادي أي اختلاط حتى تثبت عدم إصابته بالفيروس أما في المغرب فقد أثرت أزمة تفشي الفيروس على الاقتصاد المغربي في كافة القطاعات الأمر الذي دفع البرلمان إلى التصديق على مشروع قانون يقضي بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود السفر والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي أينما تكون يقترب منكم كورونا فالوباء المتفشي لا يتوقف عن الانتشار إلا أن الصين بؤرة تفشي الوباء أضحت في مرحلة أمنة وذلك بعدما أمضت شهرا بدون إعلان عن أي وفيات جراء الإصابة بالفيروس وأن هناك 91 شخصا فقط ما زالوا يتلقون العلاج أما في بريطانيا فقد قال مسؤولون بالصحة أن المملكة منحت الضوء الأخضر لشركة أبوت لتصنيع اختبار الجسم المضاد لكوفيد-19 بعد فترة وجيزة من منحها ذات الموافقة لشركة روش هولدينج السويسرية للأدوية أما في دولة سيلوفينيا التي أعلنت حكومتها رسميا الانتهاء من الفيروس أصبحت أول دولة أوروبية تفعل ذلك بعدما أكدت السلطات أقل من سبع حالات إصابة جديدة يومية بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين رجاءً إلزموا منزلكم وكونوا دائماً بخير وتابعونا أيضاً عبر منصاتنا الإعلامية المختلفة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة